المهم أن انتصاراتنا شقالة واحتفالاتنا وصلت لبلاد السند والهند أي إنجاز يحققه الجيش العربي السوري على أي نقطة من الجغرافية السورية هذا يعني بأن المواطن الأوروبي الذي يعيش في أقصى الشمال الأوروبي والمواطن الأسيوي الذي يعيش في أقصى الشرق الأسيوي وفي أي مكان في هذا العالم أصبح أمنه القومي أكبر وأصبح في أمان أكثر لأننا نقاتل كائنات تهدد الجنس البشري والحضارة الإنسانية أينما وجدت على سطح هذا الكوكب هلأ خلينا نتفع على شغلة معلش تخفف لي شوفة أفلام كوميكس ومارفل تبع حماية الجنس البشري من غزو كوكب آسجار إلا إذا أصدق أنه سيد الرئيس والعقيد النمر من مجموعة أفينجرز جيشنا دافع عن الكون كله كل واحد عم ينعم بالأمن والأمان بأي بقعة بهذا العالم لازم يشكر جيشنا العربي السوري من ريتشارد بألمانيا لشون يانج بالصين كله عم يحتف الله محيي الجيش دي دارشي عبنيشا دي رجرش دي رجرش دي دارشي عبنيشا دك 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 فضعين فرق الإعداد نبتكشوها الفيديوهات يعني تتظارفو تحداكن تلاقوا الصين يهتف للجيش العربي السوري يا ويلكم تجيبو وأود أن أستخيل هذه الفرصة لنحني انتصارات مستمرة حققها جيش السوري من في شرق وفي جنوب وفي الشمال والله أنا كتعمت مسخر يعني ما أتوقعت تجيبو لي عن جد صين يعني يشكر الجيش بس ما حلوة منكم فري الإعداد يعني تخجدوني هيك قدام الجمهور لتقديم خالص تحياتي وتقديري لجيش العربي السوري الباصل رجعوا لي رجعوا لي هداك تبع المغامرون اللي عم يحكي عن حماية الجنس البشري كان طلع كلامه مع وحق فيه في بلادنا ولا سمح الله لو سقطت الدولة السورية واستطاع الإرهاب أن يؤسس لهذه نقطة الارتكاز كان سينطلق إلى في كل اتجاهات في هذه الأرض وسيفتلع كل ما صنعه الإنسان أينما وجد من خضارة والثقافة وحضارة والتطور عبر آلاف السنين ولذلك دائما كنا نقول قاتلنا نيابة عن العالم آه أنت ما أصدق أفينجرز أصدق هذا الفيلم تبع صقب الأسود اللي بيبلع العالم ولذلك دائما كنا نقول قاتلنا نيابة عن العالم اشتركوا في القناة